موسيقى السلام عليكم معكم الدكتورة أمال شباش نحن في المغرب وفي العالم كله ندوز واحد الوقت صعيبة وهو الحجر الصحي ونعرفين كيف نتعامل مع واحد الموقف الواجب وطني الذي يجب أن نبقه في ديورنا لكي نستطيع أن نجاوز هذه المشكلة فيروس كوفيد 19 تجربة صعيبة لماذا؟ لأننا نستطيع الوقت ليس بعيد كنا نعيشون حياة عادية كنا نخرجون وندخلون ونمشون عند العائلة ونمشون خدمتنا ولدنا يمشون المدراسة وكيف نتعاملون مع الحجر الصحي كيف نتعاملون في ديورنا كيف نتعاملون بين الربعات الحيوطة مع الزوجة مع نفسنا كيف نتعاملون مع الخوف السؤال هو سهل وصعيب أولا نتعاملون مع رأسنا نقولوا الحمد لله أولا ثانيا امتحان يا الرب ثالثا الوسائل لا نفكروا في المشكلة ولكن نفكروا في الوسائل نفكروا كيف نتجاوزوا هذه المشكلة يعني نعمروا وقتنا بحواج إيجابية نعمروا وقتنا بوحد تواصل إيجابي مع الآخر مع عائلتنا مع ولداتنا نتعلموا يعني نتعلموا حوالي جداد مثل نتعلموا نتعاونوا في المنزل نقلسوا جميع نستعملوا الضحك كوسيلة لكي نضحكوا جميع لكي الإفرازات الهرمونية الإيجابية يطلع لنا المعنويات لا نعازلوش لكي نتعلموا صلة الرحيم لا نتعلموا عند الناس ولكن من أي طول نتعلموا عليهم يعني هذا الشيء الذي نريد نفسنا نريد الآخر يعني مهم جدا لكي نقفوا واحدا 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 لكي ندوزوا إن شاء الله هذه الموجة بخير وعلى خير ثالثا وأهم شيء هي نتصنطوا نتصنطوا المسؤولين ماذا يقولون لنا؟ ندخلوا ديورنا ندخلوا وسائل الوقاية لا نقربوا البعضياتنا الحواجة التي لا تحتاجها لا ندخلوها هذا امتيحان امتيحان الوعي الوعي المجتمع كل واحد فينا كيفاش ندروا يد في يد بلا ما نقصوا بعضياتنا ولكن باش نواجهوا هاد الامتيحان بواحد يعني الحمد لله يعني الرضا دي هاد الحالة ولكن ندروا المجهودات نعاون المسؤولين كلهم كيدروا واحد المجهودات جبارة الأطباء الأخصائيين البوليس كل شي كيدروا واحد المجهودات كبيرة خاصة نتحنا كمواطن وكمواطنة نصنطوا الهضرة نطيقوا باش نكلنا نزيدوا القدام باش نرجعوا للحياة القديمة بس كما يمكنش نقصوا واحد الحياة الجديدة اللي هي مبنية على الحواج اللي هي مهمة في الحياة اللي هي الاحترام دي الاد احترام دي الاخر الاحترام دي الاولويات نحبوا راسنا نحبوا الوطن دينا نحبوا بعدياتنا لا يصابوا الجميع ولخصكم شيئيانا الانسان حاسبه بانه عنده وصوات كثير بانه عنده اكتئاب لا نعازلش كل منصات الانسات كل الاخصائيين كل شي موجود باش ندوزوا هذا المتيحان بخير على خير لا يصابوا الجميع الى اللقاء السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة